اشتركوا في القناة اتي هافرد وفلوريداء الامريكيتين ان عمر النمل من عمر الديناصورات حيث تبين انهم موجودين على كوكب الارض منذ حوالي 130 مليون عام تمكن النمل من البقاء على قيد الحياة خلال موجة انقراض الديناصورات التي حدثت منذ 65 مليون سنة بسبب حادث النيزك الذي ضرب كوكب الارض وتعتبر السنوات اللاحقة لهذه الحادثة هي فترة عصر ذهبية وازدهار لفصائل النمل المختلفة استطاع النمل احتلال معظم كوكب الارض تقريبا حيث استمر نجاحهم المتواصل خلال ملايين السنين الماضية حتى يومنا هذا ويعدها بعض العلماء افضل قصة نجاح وبقاء على قيد الحياة لاي مخلوق كان هذه المخلوقات العجيبة يمكن ان تجدها في اي مكان تقريبا على سطح الارض باستثناء القارة القطبية الجنوبية والقطب الشمالي والقليل من الجزر الصغيرة يقدر عدد اعضاء مملكة النمل في العالم بحوالي 1000 تريليون نملة وهو رقم واحد وبجانبه 16 صفر مما يجعل عدد سكان الارض الذي هو 7 مليارات نسمة صغير جدا مقارنة به اكبر نملة عثر عليها حتى الان طولها حوالي 2.4 انش وطول جنحيها هو 6 انشات يعد النمل اكثر المخلوقات تنظيما في العالم لذلك فان الخوف من النمل لن يصيبك بسبب حجم نملة واحدة بطول 2 انش بل بسبب تنظيم هذه المخلوقات الدقيق جدا لدرجة تشعر كأن 50 مليون نملة تبدو كأنها جسم او كيان واحد يقوم النمل بالتفاعل والتعاون مع الكائنات الاخرى حيث يوجد حوالي 200 نوع من النمل يقومون بتربية الفطور بعض الفصائل الاخرى من النمل لديها حيواناتها الاليفة الخاصة بها وهي الفصيلة الوحيدة من مملكة الحيوان التي تتشارك بهذه الخاصية مع الانسان حيث تقوم بتربية احدى فصائل المن وعلفها لتتغذى على فضلاتها هناك العديد من انواع النمل التي تقوم بالاعتداء على المستعمرات المجاورة وسرقة بيوضها او الاستعباد حيث يتم تسخير صغار يرقاتها والنمل المخطوفين اما للاكل او العمل كعبيد وتعتمد الكثير من هذه الفصائل المستعبدة على هذه الممارسة لدعم مستعمرتهم ويعتقدوا ان بعض هذه المستعمرات لا يمكنها الاكتفاء ذاتيا بدون هؤلاء العبيد حيث ان الاستعباد هي الطريقة الوحيدة التي يعرفونها لسد حاجتهم يمكن للنمل الوقوف على الاسطح المقلوبة حتى ولو كانت من الزجاج اكبر مستعمرة نمل وجدت حتى الان كانت ممتدة على مساحة قدرها 6000 كم مربع النمل من اكثر المخلوقات شراها حيث تلتهم مستعمرة النمل الواحدة حوالي 10 ملايين حشر سنويا يعد النمل احد اكثر المخلوقات قوة مقارنة بحجمها حيث يمكن للنملة الواحدة ان تحمل مئة ضعف وزنها وهي متعلقة بسطح مقلوب يعتبر النمل اكثر الحشرات المعمرة في العالم حيث يمكنها العيش لحوالي 30 سنة يوجد في العالم اكثر من 12 الف نوع من مختلف فصائل النمل ما رأيكم? ألا تستحق هذه المخلوقات الاعجاب والاحترام والرهب منها بنفس الوقت بعد معرفة هذه الحقائق عنها؟ هل تعرف اي معلومات او حقائق عن النمل؟ اذا شاركنا بها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة